مصادة أبواب الفوضى تلك التي تزين جدران البيت السياسي في العراق بعد عملية انتخابية حققت ما طمحت إليه الدولة بأركانها في أن تجعل عنوان سلاسة العملية بداية طريق إلى المنطقة الخضراء لتحديد البرلمان الخامس وإنجاح المطلب الجماهري بانتخابات مبكرة حرة ونزيهة وحدث ما حدث من طعون بت فيها القضاء ألا غبار في نتائج الانتخابات وفي المحصلة فإن الوصول إلى المنطقة الخضراء بشدة طرق وصول واجب في عرف التوقيتات الدستورية للبلاد لكن الخضراء أقفلت أبوابها أمام توتر تبعه تفسيرات أبرزها محاولة الذهاب إلى تأزيم المشهد بركوب موج يتلاطم في وجه العملية السياسية الأراء كثيرة لكن من بينها أيضا أن تأخير عملية البناء نحو تحديد التحالفات والتي ستنتجها أولا الكتلة الأكبر بعد أن فاز التيار الصدري بأكثر مقاعد البرلمان ومن ثم تشكيل الحكومة التي سيسبقها انتخاب رئيس مجلس النواب فرئيس الجمهورية ثم تكليف رئيس الوزراء وما هي ألا أيام معدودة جدا تلك التي ينتظر فيها العراقيون والعالم إعلان النتائج النهائية التي اقتربت كثيرا خصوصا بعد إعلان القضاء العراقي على لسان رئيس مجلس القضاء الأعلى فأقزدان أنه لا دليل قانونيا يثبت أن الانتخابات قد تعرضت لتزوير وبذلك يبدأ العد التنازلي للإعلان الرسمي والنهائي وما تريده كتل البرلمان أو معظمها لإنجاح تلك العملية المنتظرة إذن تتجه الأنظار نحو أبواب الخضراء السياسية لاستقبال عهد جديد دون السماح لأي محاولات من شانها إثارة التخريب أو الترهيب أو صنع محاولات ولو كانت بائسة كتلك التي استهدفت بيت الكاظمي إذ لم يكن بيته المتضرر الوحيد بل بيوت العراقيين الذين يريدون استقرارا وسيادة منذ زمن بعيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر